مساء الخير يدخل العدوان الاسرائيلي على غزة شهره الثاني والصياق واحد من القطاع الى جنوب لبنان كل الزحمة الحاصلة في اجواء المنطقة على مستوى الحراك الدبلوماسي او تلك الجارية في البحر على مستوى استقدام الاساطيل والبوارج والغواصات لا تشير الى وجود نية للتوصل الى اي اتفاق وقف للنار قبل ان يحقق العدو الاسرائيلي على مستوى قيادتيه العسكرية والسياسية نصرا مزعوما يمكنه من النزول عن الشجرة وهو عمليا يستثمر في فترة السباح التي يعبر عنها موقف الولايات المتحدة الامريكية والدول الغربية الحليفة التي تتحدث راهنا عن هدنة انسانية فقط ولا ترى ان ساعة وقف النار قد حانت هذا في حين تواصل الى القتل الاسرائيلية جرائمها ومجازرها اليومية في حق المدنيين الفلسطينيين وهي تختبئ في كل مجزرة خلف قطع شبكة الاتصال والانترنت عن الغزاويين لكي تقتل وتقصف وتدمر من دون ان يرى العالم فضاعة ما يقترفه جيش الاحتلال من ابادة جماعية وجرائم حرب في اجندة المتابعة ترقب لما سيصدر عن القمة العربية الطارئة المقررة في العاصمة السعودية في الحادي عشر من الشهر الجاري على ان يليها في الرياض ايضا قمة اسلامية استثنائية لمنظمة التعاون الاسلامي لبحث العدوان الاسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في لبنان الذي يشيع ملائكته الثلاثة مع جدتهم في الساعات المقبلة اثر العدوان الاسرائيلي على سيارة مدنية قصفت المقاومة مستعمرة كرياتش مونة ما دفع بلديتها الى دعوة المستوطنين المتبقين فيها الى مغادرتها فورا هذا في وقت كانت فيه قوات اليونيفل تذكر جميع الاطراف المعنية بان الهجمات ضد المدنيين تشكل انتهاكا للقانون الدولي وقد ترقى الى مستوى جرائم حرب